تسعد نخبة من نجوم الراليات الدوليين لخوض غمار السباق في رالي دكار بعد أن عزز سبسيان لوب مرة أخرى مع فريق البحرين ريد أكستريم في الفوز في مرحلة أخرى في المملكة العربية السعودية وبحلول نهاية المرحلة العاشرة الصخرية التي بلغ طولها 371 كم والتي امتدت عبر دائرة حول العلا كان لوب وملحه فابيان لوركين بسيارة برادويف هانتر قد اقترب من متصدر الرالي كارلوس ساينز حتى 13 دقيقة و 22 ثانية بينما تأخر البرازيلي لوكاس مورلايس صاحب المركز الثالث بأكثر من 49 دقيقة عن لوب في المركز الثالث ومع تحقيق الانتصار في أربع مراحل بالفعل يسعى لوب الآن للفوز بالمرحلتين قبل النهاية في ينبع يوم الجمعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر